السلام عليكم الاخبار علشان تحقق الربح من اليوتيوب لازم يكون عندك الف مشترك زائد 4000 ساعة مشاهدة علانية لاخر 12 شهر او 10 مليون مشاهدة على فيديوهات شورتس لاخر 90 يوم خلينا في 4000 ساعة مشاهدة علانية لاخر 12 شهر اكتر الناس بتسأل يوميا بتسأل السؤال ده ليه الساعات بتنقص ليه الساعات بتتحزف ليه الساعات مجمدة ليه الرقم اللي موجود في ستوديو يوتيوب مش زي الرقم اللي موجود في خانة تحقيق الربح هنجواب على كل الاسئلة دي بشكل سريع اولا مش كل الساعات بتتحسب من ضمن 4000 ساعة مشاهدة علانية اسمها ايه 4000 ساعة مشاهدة علانية يعني الفيديوهات الخاصة الساعات بتاعتها مش بتتحسب مثلا لو انت عندك فيديو موجود بشكل علني وجايب لك 100 ساعة وانت جيت عامل الفيديو ده خاص يبقى الميت ساعة دولت هيتبخره هيتطيره ليه لانك انت عملت الفيديو خاص وهم عايزين ساعات الفيديوهات العلنية طب لو رجعت الفيديو الساعات هترجع تاني بس خلال 48 ساعة يبقى دي اول حالة تاني حالة الفيديوهات الغير مدرجة لو انت برضو عامل فيديو علني وبعد كده جيت عامله غير مدرج برضو الساعات بتاعته هتتحزف لحد ما ترجعه تاني بشكل علني الفيديوهات المحزوفة لو انت عندك 10-20 فيديو جايبين لك 500 ساعة وانت حزفت الفيديوهات دي يبقى الساعات بتاعتها هتتحزف رقم اربعة الفيديوهات القصيرة لا يتم احتساب ساعات الفيديوهات القصيرة يا جماعة لو انت جبت على فيديو قصير مليون ساعة مش هتتحسب من ضمن الاربع تلاف ساعة رقم خمسة الساعات اللي جايانك من الاعلانات الممولة انت عملت اعلان ممول علشان تجيب مشاهدات وعشان تجيب مشتركين وعشان تجيب ساعات الساعات بتاعت الاعلان الممول لن يتم احتسابها رقم ستة ان يكون مرة على تحميل الفيديو او الفيديوهات 365 يوم يعني هو بيقولك ايه 4000 ساعة مشاهدة علانية خلال اخر 12 شهر او خلال اخر 365 يوم يعني احنا عايزين من اول اليوم اللي انت واقف فيه من اول النهاردة ارجع لو ورا 365 يوم تب انت عندك القناة عملها او بتنزل فيديوهات بقالك 13 شهر يبقى الشهر الاول مش هيتم احتساب الساعات بتاعته وهيتم احتساب اخر 12 شهر انت عامل القناة بقالك 380 يوم يبقى ال 15 يوم الاولانيين مش هيتم احتسابه وال 365 يوم الاخرين او الاواخر اللي احنا فيهم حاليا هيتم احتساب الساعات بتاعته وكل يوم بيمر جديد بيتم احتساب الساعات بتاعته وبيتم استبعاد الساعات اللي انت حصلت عليها ما قبل 365 يوم يعني هو بيحسبلك 365 يوم من تاريخ اليوم اللي انت واقف في النهاردة وبيرجع لورا 365 يوم انا دلوقتي لو جيت على الموبايل اعرف الساعات منين هنا ادي كده قناة اهي محققتش الربح ودي كده وقت المشاهدة بالساعات لو ضغطت عليه كده لاحظ معي اللي هيظهر ده كده وقت المشاهدة بالساعات هتضغط عليه تاني وتضغط على اخر 28 يوم وتختار اخر 365 يوم ده كده هيجيب لك كل الساعات بتاعت القناة لاخر 365 يوم بس بما فيهم الفيديوهات القصيرة بما فيهم الفيديوهات الخاصة والغير مدرجة طيب هل العدد ده صح لا مش صح طيب اعرف العدد الصح منين لاحظ ده 540 هتروح بقى على خانة تحقيق الربح اهي علامة الدولار دي هتضغط على ضغطة هتلاقي هنا زي ما انت شايف 458 ساعة مشاهدة علنية هناك كان كام كان 508 تقريبا يعني فيه فرق 46 ساعة دولار بتوع الفيديوهات القصيرة لا يتم احتسابه فانت العدد الصحيح بتلاقيه هنا موجود هنا لو انت لقيت العدد مجمد لازم تعرف ان مش اول ما بتحقق الساعات بتحصل خلال 48 ساعة الى 72 ساعة بيتم احتساب الساعات برضو حابب اقول لكم لو انت بتشتغل متصفح خافي او بتزود ساعات بطريقة غير شرائية قد لا يتم احتساب هذه الساعات يعني ممكن اليوتيوب لو اكتشفها مش هيحتسبها او ممكن يحتسبها وبعد كده يخصمها لو انت مع موضوع الساعات ده صعب بالنسبة لك وحابب تحقق ال 4000 ساعة يبقى انا ارشح لك ان انت تشوف الفيديو ده في طريقة شرائية لتحقيق ال 4000 ساعة صلاة